هنبدأ حلقتنا النهاردة مع حضراتكم بتصريحات مهمة جداً جات على لسان وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف هذه التصريحات متعلقة بخطوات ملموسة على الأرض هتتخذها الوزارة لتحسين أوضاع المعلمين طبعاً ده ملف كلنا مهتمين به لأنه بيؤثر بشكل كبير جداً ومباشر على جودة التعليم في مصر الوزير ركز في تصريحاته على نقطتين مهمين جداً الأولى مشكلة الكثافة في الفصول وبيأكد طبعاً أن عدد الطلاب في الفصول ما بقاش يتعدى الخمسين طالب طيب هل الخمسين طالب ده رقم مناسب لسه ما زلنا شغالين عليه لأنه يعتبر برضو حتى الآن رقم كبير لكن نتخيل أو نفتكر الأيام اللي كانت قبل كده عدد الطلبة والتلاميذ في الفصول كان بيتخطى الستين والفصل مسحته دايق وده كان بيؤثر بشكل كبير جداً على قدرة التلاميذ على الاستيعاب لكن دلوقتي ما بقاش فيه فصل بيتعدى فيه الطلاب خمسين وشغالين على الموضوع ده يعني فيه مدارس بتتبني وفيه فصول يعني بتنشأ داخل المدارس اللي هي موجودة بالفعل مع الزيادة كمان في عدد التلاميذ والكسافة السكانية اللي بتزيد خلال الفترة الأخيرة لكن شغالين على هذا الأمر النقطة التانية هي العجز في عدد المعلمين والوزارة شغال عليه بشكل كبير جداً المهم كمان فيه تصريحات معالي الوزير هي فكرة أنه تطرق لحلول وقعية على الأرض شارك فيها كل أطراف المنظومة التعليمية لما قال أن الحلول دي بتساهم في مواجهة تحديات التعليم زي الكثافة الطلبية والعجز في المعلمين الوزير أكد أنه الجهود دي مش بس من الوزار لكن هي بمشاركة فعالة من المعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية ووضح كمان أنه فيه إجراءات وحلول فعالية اتنفذر لضمان تحسين العملية التعليمية جوه الفصول على سبيل مثال متابعة أداء المعلمين والتقييمات الإسبوعية وده مهم جداً 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 والمهم كمان أنه هي بيدينا إحساس أنه فيه خطة واضحة ومتابعة مستمرة من الوزارة لضمان تعليم أفضل وكمان يا شزي عشان نضمن فكرة طول الوقت أن أنت تبقى بتتابع وبتقيم حتى أداء المعلم دي نقطة مهمة جداً فكرة الكثافة الطلابية في الفصول مش بس ليه علاقة بتحصيل الطلاب لكن كمان قدرة المدرس أنه يقدر يوصل المعلومة لكم الطلاب الموجود صحيح دي نقطة مهمة جداً ومن الحاجات كمان المهمة جداً اللي تتكلم عنها الوزير استخدام المعامل يمكن في بعض الأوقات يا جمالنا المعامل كان بتبقى موجودة ومغلقة ما فيش حد أصلاً بيفتحها ولا حد بدخولها لكن من الحاجات اللي ركز عليها استخدام هذه المعامل غير المستغلة بدل ما يكون طبعاً هذه المعامل المقفولة هيتم استخدامها في حصص مخصصة أسبوعياً وده طبعاً هيساهم بشكل كبير في تنمية مهارات الطلاب وأنهم يتعلموا التعاون والعمل في مجموعات وكمان بيؤكد الوزير على أن العملية التعليمية مش بس شرح المناهج وأعتقد أن دي حاجة بقت مهمة جداً لكن كمان بناء لمهارات التحدث والتعبير عن النفس بعض الناس بيكونوا بعض الطلبة يا جمالنا فعلاً بيقدروا حتى أنهم يحصوا لكم مش عارفين يتكلموا ومش عارفين يعبروا وده نقطة من الحاجات المهمة جداً كل ده بيعكس طبعاً توجه الحديث والاهتمام بتاع الدولة الخاص بملف التعليم وهو أننا طبعاً مش بس بركز على الجانب الأكاديمي لكن كمان بناء الشخصية تنمية المهارات الحياتية للطلاب هذه كانت من أهم النقاط الحقيقة شازلي اللفتت نظري في حديث معي الوزير لأنه يمكن المهارات التي ذكرتها دلوقتي فكرة التيمورك أو العمل في مجموعته وفكرة التعامل معها حواليك دي أصلاً الطلبة بعدما بتخلص مدرسة وبعدما بتخلص جامعة عفواً بتضطر أن هي تلجأ لكورسات صحيح عشان تقدر أنها تحصل المهارات دي وبتبقى أصعب لما الطفل بيتعلم أنه صغير أنه يبتدي يتعامل مع الناس ويعرف يتعامل في مجموعات بتفرمها بشكل كبير جداً على مدار سنين حياته اللفت نظري الحقيقة كمان في تصريحات الوزير هي متابعته المستمرة لبيانات سد العجز في المعلمين ودي نقطة كمان مهمة جداً وده كان على الحديث كان على مستوى مختلف الإدارات التعليمية يعني فيه متابعة يومية عشان يتأكدوا أن الحصص مشي بشكل سليم وأن أي معلم بيقوم بتدريس فوق إصابه القانوني بياخد المقابل المناسب ده شيء كمان مهم جداً لأن مشكلة العجز في المعلمين عكرت سبب في كتير من التحديات اللي بتواجه العملية التعليمية التصريحات دي لو بستنالها بتخلينا نحس أنه الوزارة فعلاً ماشية بخطة مدروسة ومتابعة يومية عشان نتأكد أن الحلول اللي تنفزت يعني النتائجها بتيجي حتى لو تدريجياً خاصة في الصفوف الأولى للوزير أكد على ضرورة الاهتمام بيها بشكل خاص احنا هنكون مع حضراتكم طبعاً في متابعة لتصريحات معالي الوزير لكن بالوقت هنصبح لحضراتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة وصباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة